عقدين من الزمن مر منذ حادثة 11 من سبتمبر ولم يعد العالم كما كان عليه قبل هذا الحدث وامتدت تداعيات هذا الحدث إلى منطقة الشرق الأوسط وخاصة إلى العراق وخصوصا في الجانب الأمني دخلت أمريكا في ذاك الحين إفغانستان لتحمل تنظيم القاعدة عبء ما حصل في 11 من سبتمبر وهو يتلخص بانفجار أربع طائرات بأبراج التجارة العالمية بعدها امتدت هذه التداعيات إلى العراق وغزت أمريكا العراق في عام 2003 بحجة وجود سلحة دمر شامل على أراضيه وبحجة ارتباط نظام صدام حسين كما دعت أمريكا ارتباطه بتنظيم القاعدة في أفغانستان بعد كل هذه الأحداث لم يعد العالم كما كان عليه قبل وبدأت الصراعات في الدول ورفعت دول العالم شعارات الأمن القومي والاستخباراتي على أراضيها ولكن للأسف الشديد الحدث الأكبر كان ظهور التنظيمات العالمية الإرهابية المتطرفة في الدول التي افتعلت فيها أمريكا المشاكل بعدها خرجت أمريكا من إفغانستان بعد المشاكل التي تسببت بها بدون القضاء على التنظيمات الإرهابية التي كونتها وأيضا انسحبت انسحاب شبهتام من الأراضي العراقية والسؤال الذي يدور هنا هل سيستطيع العراق المطالبة بتعويضات الكوارث التي تسببت بها أمريكا خاصة بعد إثبات كذب إدعاءاتها وإدعاءات دخولها أسباب دخولها إلى أراضي العراق الأيام القادمة هي ستثبت هذا الشيء